اهلا بحضراتكم من جديد وفقر الترند الاهلي نرجع بقى للمشوار الافريقي وعندنا مباراة يعني اتمنى يا رب تكون تغير الوجه الابتسامة او وجه الشعب المصري لفترة جاية ويكون فيه ابتسامة بقى مع مباراة الهلال السوداني لان دي حاجة الوحيدة المتبقية للقرى المصرية في نهاية هذا العام او في نهاية هذا السنة بالنسبة للمشوار الافريقي دوري ابطال افريقيا يلا كورا وحساب يلا كورا بيتكلم على ان النادي الاهلي تلقى موافقة نهائية على حضور خمسة الاف متفرج لمباراته مع الهلال السوداني طب هي المباراة هتتلعب يوم الحد اللي جاي الساعة عشرة مساء بتوقيت القاهرة طبعا كل ساعة طيبين مناسبة شهر رمضان الكريم فالمباراة هتكون الساعة عشرة بعد الفطار وللأسف كنت اتمنى يكون فيه عشر تلاف خمستاشر الف عشرين الف لكن للأسف موافقة على حضور خمسة الاف متفرج دي بداية اتمنى نرجع الجمهور بعدد اخبر عشان المنتخب يستفيد لما يكون عنده مباراة حاسمة لان ده ينعكس على الجميع اتمنى ان الحضور الجمهورية يقترى عن كده الفترة اللي جاي الوطن سبورت موسيماني يعالج لعب الاهلي الدوليين نفسيا قبل مواجهة الهلال السوداني بيتسو موسيماني عنده مهمة صعبة جدا الفترة الجاية مش تحضير فني المباراة الهلال السوداني فقط لا كمان تحضير لعب الاهل الدوليين نفسيا بعد الخروج من التأهل لكأس العالم مسألة صعبة جدا ان شاء الله مباراة الهلال السوداني تبقى فرصة طيبة للخروج من كل هذه الاجواء وبداية مرحلة جديدة للكرة المصرية اخرج الى فاصل